في الفوكوس نستضيفه الأستاذ حسين التاهريم مدير الاتصال في مدينة العلوم صباح الخير مرحبا بي بي برشا 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 محاضرات وبرشا نجوم وفضاء وكواكب ديما حركية بالفعل كي ما قل بي ليلة النجوم اللي ما بين تونس وما بين زي دا كيف كيف العاصمة وما بين تطاوين وسهرة فلاكية برنامج ثري جدا محاضرات تغيرات مناخية فضاء برشا حاجة دي نجوم ويستفيدوا منها الزوار أحكي لنا باش نحكي لك معنا شكرا لك مرة أخرى ويصال أنا قبل من جي خليت الزملاء في مدينة العلوم يقوموا بعملية بيضاء اللي احنا مع التمرين هذي ديما قبل الأحداث أو تظاهرات الكبرى نقوموا به حتى تكون الأمور كلها خمسة على خمسة غدوة إن شاء الله بيش تكون خمسة على خمسة اليوم التظاهرة هذية هي أنا قلت معاك في وقت سابق لما جيت هي التظاهرة العلمية الأكبر في تونس خلي نقول حاجة إنه سنة الفارتة كانوا زارونا أشقاء من الجزائر وكانوا منبهرين بالعداد الكبير متاع التونسة تعرف عليش لأنه يعرفوا المختصين ربما في المجالات العلمية صعيب إنك تحرك شوية التونسة وتجيبهم يحضروا تظاهرات كبيرة كما هكيا اليوم قضينا على المقولة والمعتقد أنه والله والله التونسة ما يحبوش العلوم لا لا يحبوا العلوم يحبوا العلوم ويهتموا بالعلوم شوكوا أنتو ما تخدموا على المؤثرات الصوتية على التصوير على الفيديو وعالمحاضرات وعلى تجارب حية معناتها يحضروا مع مختصين في العلوم في الفيزياء في الكيميا نعم لذلك الحاجات هذو ما تخلي الناس تحب تتفرج وتحب تعيش التجربة وتحب تمارس وتفرج وتشوف وتوثق بالفعل وهذا يكون بأسلوب مسلي وجذاب اللي يقوموا بيه وبيداغوجة اللي يقوموا بيه الأسادة متاع التعطير العلمي غدوة نتوقع بين 7000 و8000 شخص بيش يكونوا حاضرين في مدينة العلوم بداية من 7 حتى النص الليل اليوم مدينة العلوم في نسختها العشرين شنو يستنى فيهم غدوة في مدينة العلوم بيش يكون فما اطلاق قمر صناعي مكعب هدايا كان مجهود متاع عمل متاع فريق من مدينة العلوم والأهم من هذا الكل طلب من مدارس الهنسة في تونس مهم جدا انه اليوم لما نقول وانه وراء المدينة تحب تحت ظن الخبرات وتحب تحت ظن الكفاءات اليوم التوانسة بيش يشوفوا الشباب التوانسة وهو مقاموا بعملية اطلاق القمر الصناعي المكعب غدوة من مدينة العلوم بتونس طبعا هدايا صار بالشراحة بالضبط هدا اطلاق القمر الصناعي المكعب هدايا الأطفال والشباب يكونوا حاضرين طلبة الهنسة اللي قاموا بالعمل هدايا ينجموا يحكيوا معهم يتحاوروا معهم شو عاملوا بالضبط خلي نقول حاجة مهمة انه هدايا العمل كان بالشراكة معه مؤسسة علمية الصينية واليوم المدينة طبعا كما تعودنا منفتح على كل الجهات الناس الكل اللي تخدم في سبيل نشر الثقافة العلمية غدوة السهرة فيها ايضا الموسيقى فيها عرض مسرحي حول حوض ابي فهر بش نرجعوا شوي على تاريخ الحوض هدايا كذلك فما جملة من المحاضرات بشكون عنا عالم فلك اردني بش يحكي على النماذج الكونية هو عمار السكجي ايضا للكفاءات وصال التونسية غدوة امينة العرفاوي اللي هو كفاءة تونسية في الاتصالات بش يقدمنا محاضرة حول العلاقة بين الاقمار الصناعية وكذلك المجال التليكومنيكاسيون فرصة انه نتعرف على تجارب النجاح في الخارج اللي تنجم تكون منطلق انه نهتم اكثر فاكثر بهذه المجالات العلمية اضافة الى سلسلة كبيرة من المحاضرات والورشات العلمية ما يتسعش الوقت انه نقدمها الكل مسيرش احكينا على اهم الورشات واهم المحاضرات طبعا فما النقطة مهمة انه شركاء العديد من الجمعيات العلمية بش يكونوا حاضرين بش يقدموا ورشات علمية كذلك نذكر منهم اجيوس رياكت وجمعية تونسية لعلم الفلك فما حاجة مهمة اللي هو اللي يستنيوها برشا من الاطفال ولا خلينا نقول من كل الفيات العمري هي التليسكوب اللي هما بش يكونوا منتشرين في انحاء مدينة العلوم بتونس عدد كبير من التليسكوب وبش نستمتع بمشاهدة سماء ليلة الجمعة ثمانية وعشرين طبعا هالتزاوجة والمراوحة بين الفن والثقافة والموسيقى والعلوم هي سهرة عائلية فمش يكون يحب يسميها مهرجان يسميها كما تحب هي لما كبيرة نحبوها لكل الافراد العائلة التونسية مرحبا ايضا بالتونسة اللي موجودين من المهجر مرحبا بالناس اللي نعرف ومتاكد انهم جايين من الجهات فما الناس جايين من نابل ايضا فما شكون من جربة فما من سوسة جايين خاصية الى ليلة النجوم هذا بالنسبة للعاصمة ايضا تطوين فرع تطوين يقوم بمجهود كبير غدوة الناس اللي في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي عندهم سهرة كيف كيف تبدأ من السبع ونص حتى النص الليل فيها الموسيقى وعدد من المحاضرات والورشات العلمية قدر الامكان هنا دعوة انه شجعوا ولادكم او حفزوهم انه يكونوا حاضرين وانه ربما هاللقاءات او التظاهرات هذية تكون انتلاقة نجم تغرس فيهم الاهتمام بالعلوم بخلاف اللانويدة زيتوال اللي هي الحدث بالنسبة لمدينة العلوم اللي تنطلق غدوة سبعة متاع العشوية حتى النص الليل احكينا شوية على قوت شعندكم برنامج في قوت شنوه فاما اكتيفيتاي للناس المهتمين بانشطة مدينة العلوم تبعت شوية في جوي اللي عملتو دي كلوب دي تي فاما ببرشة انشطة فاما ببرشة اسيدة من مدينة العلوم على ذمة معنتها الرواد متاحة خاصة من مختلف الاعمار زيدا ما شفتش معمور محادد تلقى ثناش لوتاش دي كوليجيان تلقى زيدا اطفاء لصغيرات وكل واحد يفسرولو على حسب المستوى متاعو نعم يفسروا للخمسة سنين ويفسروا للتوتاشن سنين معتا كل واحد وبطريقة التفسير معتا لحقيقة حاجة محليها شفت وزرت انا وشفت واحذرت انا انا نحب نقول للناس يسمعوا فينا اعملوا كيما ويصال الكسراوي وكوثر كيف كيف معتا يجيوا زوروا مدينة العلوم تاو تستكشفوا معتا المحتويات متاع المدينة هذي وشنو ينجم المحتوى متاعها يرجع بالفايدة على ابنائكم صحيح هو ليلة النجوم كيما اشرت ويصال النشاط الكبير الاخير الحدث الحدث اللي موجود في الصيفة هذية لكن احنا مدينة لا تهدأ وعلى مدار شهر اوت فما يومي مثلت حتى لنهار لحد سلسلة من الورشات العلمية في مختلف الفضاءات العلمية متاع المدينة بداية من مخبر الحمض النووي وصولا الى فضاء الاستكشافات مجموعة يومية من الورشات سهل برشة انه الولي يدخل يختار الورشات اللي يراها مناسبة للابناء متاعه فما ايضا ورشات للعموم يعني كل العائلة تجي توقض مع بعضها وتتشارك وقداش مهم منه الابن يلقى امه والابوه بكتف قاعدين في نفس الورشة وياخذوا في نفس المعلومات من الاستاذة التأثير العلمية ان شاء الله بالتوفيق ليكم ولمدينة العلوم زيدا في تطوين زيدا نركز على مدينة العلوم الفرع اللي بش يتحال في القاسرين زيدا بيانتو شوفت قاعداش متابعة ان شاء الله زيدا كيف كيف بالتوفيق الفرع في القاسرين وقتاش ان شاء الله يرى النور فرع القاسرين بعد بضع اسابيع ان شاء الله بش يتم الافتتاح متاعه ومؤكد انه مش نعون العلن الموعد هذي عندك انت ان شاء الله ان شاء الله نشوفوه معانتها مدينة العلوم في كل ولاية وفي كل جهة من الجهات معانتها 24 ولاية نحبو 24 معانتها مركز لمدينة العلوم يكونوا موجودين في تونس الكل ان شاء الله ان شاء الله الامنية هذية اللي هي نشاركك فيها تتحقق ان شاء الله نزيل شاوب بداية الغيث قطرة بداية تطوين قاسرين وان شاء الله تتعمم في بقية الجهات بالتوفيق اعطيك صحة شوات نجم تقول كلمة للناس اللي يسمعوا فينا نختموا به انا نحب نشكر الناس الكل اللي اللي يواكبوا بعدها كبيرة معانتها الانشتم تاعنا مع بداية الصيفة هذية وناس الكل اللي اختارت انه تنظم الانشتم تاعها في مدينة العلوم بتونس الاولياء اللي يجيبوا في سخانة كبيرة او ابنائهم شركوهم في المدارسة الصيفية بارك الله فيكم معانتها والحرص متاعكم هذية مؤكد انه باش نراول نتائج متاعه مستقبلا دعوة مرة اخرى مفتوحة لكم الناس الكل سواء كان في تطوين ولا في مدينة العلوم ليلة النجوم هي تظاهرة لتونس الكل مرحب بكم زوروها بكثافة امشيوا هزوا صغيراتكم هزوا عائلتكم ومشيوا تعلموا وتفرهدوا واتطلعوا وشوفوا بيختيبوكوا يا تكسحة سحسن طهري مدير الاتصال والاعلام في مدينة